أقرت اللجنة الفنية والاستشارية لمراجعة وفحص الدراسات الفنية الخاصة بالمخططة العام لجامعة سيئون برئاسة وكيل محافظة حضر موت المساعد لشؤون مديريات الوادي والصحراء المهندس هشام محمد السعيدي وحضور رئيس جامعة سيئون الأستاذ الدكتور محمد عشور الكثيري أقرت الدراسات والتصاميم الخاصة بمشروع المخطط العام لجامعة سيئون بصورتها النهائية واستعرض الاجتماع الذي حضره أمين عامل الجامعة مدرك الجابري استعرض الرسومات التنفيذية للمخطط العام لجامعة وتنسيق المواقع ومدى استيعاب الملاحظات الفنية المقدمة من قبل المهندسين المختصين باللجنة في اجتماعات سابقة وأسقاطها في المخطط العام من قبل المكتب الاستشاري الذي اختارته اللجنة لإعداد تلك الدراسات وأكد وكيل المحافظة المساعد على أهمية توحيد اليهود والدفع بهذا المخطط العام وترجمته على أرض الواقع من خلال البحث عن مصادر تمويل لتسيير عملية التنفيذ وفق مراحل متعددة بحسب معطيات وإمكانيات الظروف الراهنة من جانبه أثنى رئيس جامعة سيونة على الجهود التي بوذلت لإنجاز المخطط الذي يشمل مباني كليات الجامعة وعددها 19 كلية و10 مراكز علمية وكذلك الأقسم الداخلية للطلبة والطالبات ترجمة نانسي قنقر